أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقبل أن نبدأ بالسورة الأعلى جاء عن البراء بن عازف رضي الله عنه قال أول من قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يعني قدموا من مكة مهاجرين إلى المدينة فجعل يقرآننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين راكبا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء هذا رسول الله قد جاء فما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها وهذا الحديث في صحيح البخاري وجاء في مسند أحمد عن علي قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى وجاء في حديث النعمان بن بشير أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وجاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ جاء في حديث بن عباس أنه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وبيقول يا أيها الكافرون وبسورة قل هو الله أحد كما عند الترمذي قوله سبح سبح اسم ربك الأعلى سبح الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يصلح له الخطاب أي قل سبحان ربي الأعلى وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى كما في سنن أبي داود ولكنه أيضا جاء عند الطبر موقوفا على ابن عباس ولما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في في ركوعكم كما في سنن أبي داود قوله سبح اسم ربك الأعلى الرب هو الخالق المدبر المالك الأعلى هذا اسم من أسماء الله عز وجل اسمه الأعلى يتضمن اتصافه جل جلاله بجميع صفات الكمال ويتضمن تنزيهه سبحانه وتعالى عما ينافيه من صفات النقص وعن أن يكون له مثل فالله جل وعلا لا إله غيره ولا رب سوى هو الأعلى علي في ذاته وعلي في قدره وعلي في قهره وعلي في صفاته كما قال تعالى وهو العلي العظيم فهو العلي يقول ابن القيم في النونية فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببياني وهو العلي فكل أنواع العلو له فتابتة بلا نكراني فله علو القدر وله علو القهر وله علو الذات وله علو الصفات سبحانه وتعالى ولهذا قال سبح اسم ربك الأعلى وقال الرحمن على العرش استوى واستوى عند أهل السنة والجماعة على أربع معاني كما سبق على وارتفع وصعد واستقر علوًا وارتفاعًا وصعودًا يليق بجلاله وعظمته سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق أوجد جميع المخلوقات فسوى سوى بين خلقه في الإحكام والإتقان جعل الإنسان في أحسن تقويم وخلق الإنسان علمه البيان وخلق الحيوان على صفة هي أحسن ما يمكن أن يكون عليه فالإنسان له صفاته وخصائصه والحيوان كذلك له صفاته وخصائصه ولكن جعل الإنسان هو أحسن ما خلق كما قال تعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال تعالى ثم سواه ونفخ فيه من روحه وقال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات والذي قدر فهدى قدر مقادير كل شيء كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا فهدى يعني هدى كل مخلوق وأرشده لما خلقه له وقدره وهذه تسمى هداية كونية هذه الهداية الكونية العامة قال تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه هداه لمنافعه بيّن له طريق الخير والشر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وفي حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض والحديث في صحيح البخاري وفي سنن يبي داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم فقال أكتب قال ماذا أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فبأمر الله جرى القلم لما هو كائن إلى قيام الساعة وهذه هي مرتبة من مراتب القدر فمراتب القدر عند العلم أربع العلم يعني أن الله علم بعلمه الأزلي ما الخلق عاملون الثانية الكتابة أن الله كتب في اللوحة المحفوظ كل شيء الثالثة المشيئة المشيئة سبحانه فما شاء كان وما لم يشى لم يكن الرابعة الخلق والإيجاد والتكوين الله خالق كل شيء هذه مراتب القدر الأربع عند أهل السنة والجماعة العلم أن تؤمن وتوقل بأن الله علم بكل شيء بعلمه الأزلي ثم كتب ذلك في اللوحة المحفوظ كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في في كتاب اللوحة المحفوظ ثم ما شاء الله كان وما لم يشى لم يكن فهو سبحانه شاء هذه الأشياء ولو شاء الله ما كان لو لم يشى لم تكن ثم الأمر الرابع أن الله أوجد وخلق وكون الله خالق كل شيء وفي هذا إثبات قدر الله السابق للخلق وأنه قدر المقادير وكتبها وعلم بها قبل كونها وهدى كل مخلوق اللي ما قدره وكل مخلوق خلق فإنما خلق لحكمة تأمل سبحان الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يولد المولود سواء كان هذا المولود من حيوان فمباشر أول ما يولد المولود الصغير هذا من الحيوان يرفع رأسه ليرتضع من ثدي أمه من الذي علمه الذي علمه الذي قدر فهدأ الصبي يولد الصغير الطفل فيعطى ثدي أمه فيلتقم ويرضع من الذي علمه أنه يمتص الذي خلق فسوى والذي قدر فهدأ النحل من الذي أرشدها أنها تبني بيتها بهذا الشكل وتغى في العسل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدأ سبحانه وتعالى وهكذا فكل الكون الكون كله مبني على هذا الأمر الله جل وعلا خلق فأحكم وأتقن الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق كل شيء فقدره تقديرا لمنافعه والذي أخرج المرعى أخرج النباتة من الأرض مما ترعاه البهائم وغير البهائم فكسى به الأرض وجملها كما قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير وقال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموت وعلى كل شيء قدير الذي خلق فسوى والذي قدر فاد والذي أخرج المرعى هذا كله يسميه العلم عطف الصفات والعطف يقتضي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه وأن بينهما مغايرة إما في الذات وإما في الصفات فهو جل وعلا موصوف بكل صفة من هذه الصفات وممدوح جل وعلا بها ومثن عليه بها فهو ممدوح على كل هذه الصفات السابقة أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى يعني جعله هشيما يابسا متكسرا بعد أن كان غضا يابسا يابسا متكسرا بعد أن كان غضا رطبة فجعله غثاء يعني جعله هشيما يابسا متكسرا بعد أن كان غضا رطبا أخرج المرعى من جميع صنوف النباتات والزروع فجعله غثاء أحوى يعني جعله هشيما متغيرا يابسا متكسرا بعد أن كان غضا رطبا أحوى أي أسود بعد أن كان أخضر أحوى يعني أسود بعد أن كان أخضر كما قال تعالى فأصبحت كالصريم أي كالليل الأسود البهيم فأصبحت كالصريم أي كالليل الأسود البهيم وهذا مثل حياة الدنيا وزوالها وفنائها أنها ليست بشيء ثم قال تعالى سنقرئك يا محمد فلا تنسى نقرئك القرآن فلا تنساه وهذا وعد من الله وتطمين لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه يحفظ القرآن كما قال تعالى إن لا تحرك برسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن يعني أن نجمعه في صدرك إلا ما شاء الله إنك ما تنسى إلا ما شاء الله وادات الاستثناء إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه مما ينسخ فإن الله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فهذا إخبار من الله ووعد منه له بأنه يقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ينسى شيء إلا ما كتب الله أنه ينسخ ويمحى وأيضاً إلا ما شاء الله أن يقع منه من النسيان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري مسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيتوا فذكروني إنه سبحانه يعلم الجهر وما يخفى يعني يعلم ظاهر الخلق وما يعلنونه وما يخفى يخفونه ويسرون من أقوالهم كما قال تعالى يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ونيسرك لليسرى أي نوفقك للطريقة اليسرى في جميع أمورك ونسهل عليك ونجعل لك هذه الشريعة السهلة السمحة التي لا حرج فيها كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأهل السعادة يسرون لعمل السعادة والشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن إلى آخر العيات ثم قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى يعني عظ الناس ذكرهم بأيام الله وآياته وذكرهم بعظمة الله وبوجوب إفراده بالعبادة وأخبرهم بشرعه وقدره والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته لهم الأسوة في هذا إن نفعت الذكرى بعض المفسرين قال إن هنا شرطية يعني إن نفعت الذكرى فذكر وإن لم تنفع فلا تذكر وقال بعضهم المعنى ذكر بكل حال فإن الذكرى سوف تنفع يومنا الأيام يعني الآية فذكر إن نفعت الذكرى يعني إن كانت تنفع فذكر ولا تطيل على الناس لا تطيل على الناس لا تمل الناس وإن كانت لا تنفع فلا تذكر وهذا شيء فيه شيء من آداب الموعظة إن الإنسان لا يطيل على الناس في الوعظ ويذكر في أوقات معينة ولا يمل الناس أو يطيل عليهم ولهذا قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون وتريدون أن يكذب الله ورسوله وقال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة سيتذكر من يخشى هنا فذكر نفعة الذكرى الشيخ بن سعدي لو تعليق يقول ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى بأنه كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن مأمورا بها بل هي منهي عنها فهذا يخضع للمصلحة أحيانا ليس من المصلحة أن تذكر تعظ لأن بعض الناس يظن أنه دائما 24 ساعة أنه يعظ في كل حالة لا الوعظ له وقت التذكير له وقت أحيانا يكون التذكير بنظرة فقط أحيانا يكون بكلمة واحدة أحيانا يكون التذكير بموقف معين ربما تدعى لشيء معين فترفض أمام عدد من الناس رفضك هذا تذكير فالتذكير يكون بالفعل بالقول بالكلمة بالحرف ليس بلازم أن يكون التذكير موعظة طويلة مملة مكررة كما يفهم بعض الناس ليس بلازم ثم أنه أحيانا قد يكون التذكير الطويل الممل قد يكون نتائجه تكون عكسية لأن من الناس مثلا إذا صلى الجمعة قام يعظ يعني بعض الوعاظ إذا خطب الإمام يوم الجمعة وقضية الصلاة قام يعظ الناس ثم جلس وقتا مثل وقت الخطيبة الذي خطب أو أطول وهذا لا شك أنه خطأ لأن الله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذا ليس ليس المحل محل موعظة يكفيهم ما سمعوا قبل الصلاة ثم إن الناس بعضهم يكون جاء مبكراً لمسجد حتى ولو لم يأتي مبكراً يكفي الموعظة التي أمر الله تعالى بها لأن من الناس من يقول أستغل لاجتماع الناس الناس لم يجتمعوا لك الناس اجتمعوا من أجل خطيبهم واجتمعوا من أجل هذه الفريضة العظيمة وأدائها ولم يجتمعوا لك لتعظهم وهكذا يقاس على هذا كل من كان لا يرى إلا وهو يعظ في كل موقع ومكان في الأفراح وفي الأتراح في العزاء وفي المناسبات وفي المقابر وفي الطرقات وفي كل مكان الموعظة لا حدود ولا مكان وقد تكون الموعظة كلمات قليلة وليس دائماً أن الإنسان كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله مؤدباً يقول إذا أعجبك الكلام فاصمت وإذا أعجبك الصمت فتكلم لأن بعض الناس قد يكون عنده شهوة الكلام يعطيه الله قدر على الكلام ويكون عنده شهوة الكلام فلا يسلم من القوادح التي تقدح في إخلاصه فعلى الإنسان أن يكون حكيماً في وعضه أحياناً بعض الناس يجتمعون في مناسبة ليسلم بعضهم على بعض وليسأل بعضهم عن أخبار بعض فيأتي بعض الناس ويستلم المجلس من يدخل إلى أن يخرج ولا يترك للناس فرصة ليتحدث بعضهم مع بعض ويتكلم بعضهم مع بعض ويسأل بعضهم عن أحوال بعض هذا ليس بالصحيح نعم لو تكلم عشر دقائق ذكرهم وترك لهم الفرصة ليحدث بعضهم بعض أما أن يستلم المجلس من أن يدخل إلى أن يخرج الناس فالناس لم يجتمعوا من أجل سماع موعظته الناس اجتمعوا من أجل دعوة أو من أجل عزاء أو من أجل صلة رحم أو من أجل مناسبة زواج أو من أجل تشيع جنازة أو من أجل أمر آخر ولم يجتمعوا ليسمعوا موعظة فلان وفلان وكذلك قوله تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالذكرى هي اسم ذكرى يعني بمعنى تذكر والتذكرى قد تكون بالكلمة قد تكون بالحرف قد تكون بالحديث الواحد ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يختصر الكلام وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول إذا وعظت فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا سيتذكر من يخشى يتعظ من يخشى ويخاف عقاب الله عز وجل ويتجنبها الأشقى يترك الموعظة جانبا ويعرض عنها الأشقى الذي لا يستفيد من هذه الموعظة الذي يصل النار الكبرى كقولي تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى فهذا الذي يدخل النار الكبرى ويغمر فيها ويقاس حرها وهي نار الآخرة سمية الكبرى لأنها ضوعفت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال ناركم هذه ناركم التي توقدون عليها جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ثم لا يموت فيها ولا يحيى لا يموت في النار فيستريح والعياذ بالله ولا يحيى حياة طيبة كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ثم قال تعالى قد أفلح من تزكى وقد هنا حرف تحقيق وأفلح يعني فاز ونجى والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب قد أفلح من تزكى تزكى تطهر يعني طهر نفسه ظاهرا وباطنا من الشرك والمعاصي وطهرها من الرياء والعجب وطهرها بالعمل الصالح وزكى ماله وزكى زكاة الفطر ولهذا قال تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وذكر اسم ربه بأنواع الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك لما يعني الصالحات فصلى أي صلى الصلوات الخمس في أوقاتها وصلى غيرها من الصلوات كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح وقيام الليل والرواتب وغير ذلك تقرب إلى الله بالصلاة بل تؤثرون الحياة الدنيا تقدمون الحياة الدنيا الدنية وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة الباقية الدائمة التي لا تفنى ولا تزول ولا الآخرة خير لك من الأولى كما قال تعالى لأنها سميت دنيا لأنها دنيئة حقيرة ليس لها قيمة بالنسبة للآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا والآخرة خير وأبقى كما قال تعالى ولا الآخرة خير لك من الأولى وجاء في عند الترمذي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء فهذه الدنيا دار من لا دار له وهو الكافر ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له قيل لبعضهم جمع فلان مالا قال هل جمع أياما ينفق فيه هذا المال قالوا لا قال إذا ما جمع شيئا جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه المال عندك مخزون لوارثه ما المال إلا حيث تنفقه قال الحسن البصري بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقانك لا ينفعانك حتى يفارقانك ما دام مخزونين ما تنتفع منهما إذا فارقك الدينار والدرهم انتفعت بهما هكذا الدنيا هم؟ ايه؟ كيد إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا قال له هو المشار إليه بقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربيه فصلى بل تؤثر من حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا في صحف موسى وقد جاء في حديث أن أبا ذر قال للنبي عليه الصلاة والسلام هل عندنا مما في صحف إبراهيم شيء؟ قال نعم وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إلى قوله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ويحتمل أنه يرجع إلى قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والصحف جمع الصحيفة والأولى يعني السابقة المتقدمة وصحف إبراهيم هي ما أنزله الله على خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وثى وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هنا استفهام للتنبيه والتعظيم والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب وهذا مثل قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث الجنود يعني هل جاءك نبأ وخبر الغاشية وهي القيامة لما سميت بهذا الإسم لأنها تغشى الناس بأهوالها وتذهلهم بشدائدها ولهذا ذكر الله بعد هذا أحوال الناس فيها وأنهم ينقسمون إلى قسمين قال وجوه يومئذ خاشعة إلى قوله زرابي مبثوثة وقال وجوه يومئذ خاشعة يعني وجوههم في ذلك اليوم ذليلة من الخزي والفضيحة وهي وجوه الكفار المكذبين بالبعث فهم في ذلك اليوم أشد ما يكونون من الشدة والذل والخوف وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة في ذلك اليوم عملا يكون فيه النصب والتعب ما هو العمل الذي يعملوا هؤلاء في يوم القيامة أنهم يجرون والعياذ بالله السلاسل والأغلال الثقيلة ويخوضون في نار جهنم هذا عملهم في هذا اليوم في قول آخر عاملة ناصبة أنها عملت في الدنيا عملا كثيرا ونصبت وتعبت في هذا العمل لكنه لم ينفعها لأنه عمل غير صالح ليس خالصا لوجه الله ولا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسون صنعا مر عمر رضي الله عنه براهب فناداه يا راهب وكان في مكان عبادته فأشرف وجعل ينظر عمر إليه ويبكي عمر فقيل يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا قال عمر ذكرت قول الله وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية فذلك الذي أبكاني وهذا المعنى وإن كان صحيحاً إلا أنه والله أعلم يعني المعنى هذا صحيح والمعنى الذي قبله كذلك صحيح يعني إما أن تكون هذه الوجوه عاملة أين عاملة أين في أي مكان في الدنيا أو في الآخرة عاملة في النار تجر السلاسل والأغلال والعياذ بالله هذا القول الأول يعني أن تعمل في النار عندها تعب ونصب تجر السلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون أو أن تكون عملت في الدنيا فلم تمتفع بهذا العمل كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة كأعمال الروافض أعمال اليهود أعمال النصارى أعمال كل الطواف التي خرجت عن الحق لا يستفيدون من أعمال يبكون ويصيحون ويقومون ويفعلون أفعال لكنهم لا أعمالهم هباء منثور وعياذ بالله يتعبون أبدانهم وهم يقدمون على الخسار والخسران ولهذا قال الله ليبلوكم أيكم أحسن عمل وما قال أكثر عملا العبرة بإحسان العمل وإتقانه الإنسان لا بد أن يحسن العمل يكون عمله مبنيا على أمرين اثنين هما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله هنا عن هؤلاء القوم تصلى ناراً حامية تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين بالغة بالغة الشدة في الحرارة والعياذ بالله كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن وقال جل وعلا فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم وقال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة وقال تعالى والسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءه ليس لهم طعام أي في النار يأكلونه إلا من ضريع وهي شجرة في النار خبيثة شديدة المرارة منتنة رائحة كثيرة الشوك يعلق الشوك بحلق آكلها كما قال تعالى إن لدينا أنكالاً وجحيم وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً وقال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم لا يسمن ولا يغني من جوع لا يحصل به سمن الجسم ولا يدفع الجوع ولا ينفع الجسم لا ظاهراً ولا باطناً وعياذ بالله فلهذا لا يستفيدون من هذا إلا العذاب لا يسمن ولا يغني من جوع هذا هو القسم الأول وهؤلاء هم الأشقياء ثم عطف بذكر السعداء جعل الله وإياكم منهم فقال وجوه يومئذ ناعمة وسبقاً ذكرنا عند قول تعرف في وجوههم نظرة النعيم وقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تلوح نظرة النعيم على وجوههم في الجنة تبرق أسارير وجوههم يوم تبيض وجوه ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لعملها الذي قدمته في الدنيا راضية لأنه كان سبب دخولها الجنة وسبب التنعم فيها والسعادة في هذه الدنيا في جنة عالية رفيعة المنزل فوق السماوات كما قال تعالى إن الأبرار كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وهنا قال في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً وقال جل وعلا لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً فأي كلمة ساقطة أو بذيئة أو محزنة ما يسمعها للجنة لا يسمعون إلا تسليم الملائكة وتسليم الرب الرحيم جل وعلا عليهم والكلام الطيب اللذيذ من أزواجهم وأهليهم وإخوانهم ومن معهم في الجنة فيها عين جارية عين اسم جنس يعني فيها عيون جارية أي سارحات تجري بغيذ أخدود أنهارها في غيذ أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضاني هذه العيون تجري يفجرونها كما قال عيناً يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيراً يصرفونها كيفما شاء منها عين التسنيم ومنها عين الكافور ومنها عين السلسبيل وهنا قال ومزاجه من تسنيم عيناً يشربوا بها المقربون وقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عيناً يشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيراً وقال عيناً فيها تسمى سلسبيلاً وقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفة ولو فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم فيها سرر مرفوعة السرر جمع سرير وهو موضع الجلوس والاضجاع فيها سرر مرفوعة مرفوعة عالية مرتفعة السمك كثيرة الفرش ناعمة الملمس عليها الحر العين فهي مرفوعة ارتفاعاً حسياً وارتفاعاً معنوياً وأكواب موضوعة الأكواب هي الأباريق والأواني الإبريق ما له عروة وخرطوم هذا الإبريق يكون له عروة وخرطوم والكوب ليس له الكوب ليس له عروة ولا خرطوم وهنا قالوا أكواب موضوعة يعني أكواب موضوعة بين أيديهم معدة لطلبهم يطوف عليهم بها ولدان مخلدون وأيضاً ونمارق مصفوفة جمع نمرقة وهي الوسائد من الحرير والاستبرق وغيرها نمارق هي الوسائد بإجماع المفسرين أجمع المفسرون على أن المراد بالنمارق هي الوسائد ولهذا قال الله ونمارق مصفوفة صفت للجلوس والاتكاء وهيئت أيضاً ليست فق إنما مرتبة ومنظمة هذه الوسائد من السندس والاستبرق مصفوفة مهيئة معدة مصفوف بعضها إلى بعض إذن يجمع ولي الله بين لذة الاتكاء إليها وجمال الصف وحسن الترتيب ففيها راحة الاتكاء عليها وبنفس الوقت هي جميلة المنظر والشكل ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة والزرابي هي البسط الحسان زرابي يعني بسط في المجالس هاهنا وهاهنا مبثوثة كثيرة بعضها فوق بعض مملوئة بها مجالسهم من كل جانب وهذا كل إشارة إلى النعيم والكرامة والحفاوة أنت الآن لو جاءك ضيف ففرشت له فراشا صغيرا قدر جلوسه وقدر جلوسك أو يأتيك ضيف آخر وتفرش له فراشا كبيرا ألا يعبر الثاني عن الحفاوة أكثر من الأول لا شك في هذا فلهذا الله سبحانه وتعالى قال وزرابي مبثوث يعني بسط حسان كثيرة بعضها فوق بعض فهي مبثوثة مملوئة بها مجالس أولياء الله من كل جانب وهذا يدل على عظيم النعيم الذي أعده الله تعالى لأوليائه في الجلة نسأل الله هل لا يحرمنا من هذا النعيم بمنه وكرمه هنا لما ذكر الله عز وجل انقسام العباد إلى أشقيا وسعدا ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأمور التي تدعو إلى عظيم خلقه سبحانه وتعالى دعانا إلى النظر في هذه المخلوقات في كيفية خلقها فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة البالي جل جلاله وعلى حكمته ووحدانيته مع أن هذه الأشياء تسبح بحمده ويقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الإبل تسبح بحمد الله وتخشع لربها وإلى السماء كيف رفعت كيف خلقت على هذه الكيفية العظيمة من كبر الجسم وقوتها وصبرها وشدتها وتحملها وانتفاع الناس بأوبارها انتفاع الناس بجلدها انتفاع الناس بلحمها انتفاع الناس بركوبها انتفاع الناس بحليبها أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون البعير هذا يمسكه الطفل الصغير بخطامه فيقود إلى حيث يشاء هذا من تسخير الله جل وعلا لو شاء الله ما قدر الإنسان عليه ولهذا قال الله وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني ما كنا مطيقين لو لا تذليل الله وتسخيره ما أطقنا أن نركب ومر بكم في سورة الزخرف أن رجلا قال أما أنا فعلى هذا البعير مطيق مقرن وهو بعير هزيل قال فألقاه فضربه فمات سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ما كنا مطيقين لو لا تسخير الله وتذليله لهذه البهائم من تفعنا منها أصلا وكان بعض السلف يقول أخرجوا بنا إلى أماكن الإبل ننظر إلى الإبل كيف خلقت وأدعوكم أن تقرأوا ما كتبه الإمام بن القيم في مفتاح دار السعادة عن الإبل وعجيب خلق الله تعالى فيها وإلى السماء كيف رفعت وسبق هذا وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت كيف وضعت على هذا الأساس منصوبة قائمة ثابتة راسقة لألا تميد الأرض بالناس وإلى الأرض كيف سطحت أيضا الأرض كيف جعلت هكذا مهدا بسطت مدت فرشت وإلى الأرض كيف سطحت ثم قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر أنت يا محمد مذكر تذكر الناس بعبادة الله عز وجل تذكرهم بدينه ليس عليك هدائهم ما على الرسول إلا البلاغ إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين حتى كان عليه الصلاة والسلام يردد وهو يجود بنفسه أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة فيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لست عليهم بمسيطر يعني لست على الناس بمتسلط جبار تكرههم على الإيمان كما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار وقال ليس عليك هدائهم ولكن الله يهدي من يشاء وكان عليه الصلاة والسلام يقول أميرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فمهمة الرسل هي البلاء ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام وهذا تسلية له ولأتباعه إلى يوم القيامة أنهم واجبهم والتذكير والوعب والتخويف وإعلام الناس بدين الله ودعوة الناس إلى عبادة الله فمن اهتدى فلنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها إلا من تولى وكفر وهذا الاستثناء منقطع لكن من أعرض عن الحق واتباعه بقلبه وجوارحه وكفر وجحد بقلبه ولسانه كما قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كذب الأوامر كذب بقلبه وتولى عن الأوامر والفرائض ببدنه فهذا يعذبه الله العذاب الأكبر اللي عذاب النار ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي حديث هذا الحديث الذي ذكرته آنفا في صحيح البخاري وجاء حديث آخر في مسند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله هذا المعرض قال ويهدي إليه من أناب أما المعرض الذي يصد عن الحق وأهل الحق ودين الحق فهذا هو الذي جعل بينه وبين الخير والدين والإيمان والحق جعل بينه وبينه جبلا من الشهوات والنفور والاستكبار والإباء إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هذا وعد لمن آمن ووعيد لمن كفر وفيه تسرية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إن علينا حسابهم فهو جل وعلا يحاسبهم على أعمالهم خيرها وشرها قال تعالى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يختم لنا ولكم بخير وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يرزقنا فهما في كتابه وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك